موسيقى 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 وسط أزقة بلدة العزرية شرقي القدس المحتلة ينهمق الطفل عبد الرزاق فرعون في ترتيب أغراضه ومساعدة شغيقاته في إدارة شؤون البيت عبد الرزاق ابن الأربعة عشر عاما اضطر للقيام بهذا الدورة بعد غياب والدته قصرا حيث تقبع منذ أربعة أيام خلف قطبان معتقلات الاحتلال دخل بوحشية على الدار كان يكسروا يفتح البواب ويصيحوا بالدار حتى عندما خلوها تغير كانوا على السريق خلوها تغيروا ومحكوش لأبوي ليش أخدوها وظلهم حطوها بجيبوا وظلهم رايحين يعني الدار بدون أم صراحة ما بينفع مش حاسين برمضان خوالات الصغار بظلهم يسألوا عليها ويعيطوا وين أمنا وين أمنا وفي الوقت الذي يغيب فيه الوالد أثناء العمل انتقلت الصغيرات من الأسرة للعيش في بيت خالتهن في ظل غياب الأم في وقت باتت الأثار النفسية لاعتقال الوالدة واضحة على ملامح الأطفال شوف أنا بدأ حكي لك موقف صار مع الأطفال بعد اعتقالها راح يبين لك يعني كم هو واقع إنساني مخيف جدا وكان وضع صعب وحطوهم في حالة نفسية صعبة جدا على الشباك قاعدين بينادوا علي بيحكووا لي عمه بسرعة اطلع عنا تتركناش لحالنا بلاش يرجعوا يأخدونا يعني تخيل لوين كان الوضع يعني واقع إنساني صعب جدا وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت صباح فرعون وهي أم لأربعة أطفال بعد أن وضعت كلمات أغنيات سامحوني إذا غاب جسدي على حسابها على الفيسبوك في وقت لا تزال العائلة تنتظر قرار المحكمة الإسرائيلية للنظر في قضيتها سامحوني لو رحل جسمي وغاء للتلفزيون وطن فارس المالكي